احتمال كبير بتجميد الرياضة الايرانية بما فيها المنتخب الايراني وموعد ومكان والقنوات الناقلة لمباراة منتخبنا السوري مع الامارات وعبد الرحمن ويس يصرح عن امكانية تواجده في معسكر قطر ومباراة الامارات وكوريا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم وشيخواتكم ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة معكم على ومن قناة على ووتيوب بقناة هاي انزل محتوى رياضي سوري اذا انت مهتم بهذا المحتوى لا تنسى تضغطنا لايك الفيديو سبسكرايب القناة وخلونا نبلش بالفيديو وفد رسمي من الفيفا والان يتواجد في ايران وهناك احتمالية كبيرة لايقاف جميع النشاطات الرياضية الايرانية والسبب هو تدخل القيادة السياسية بالانشطة الرياضية وهذا الامر ترفض الفيفا رفضا بعد تن وبالمناسبة الكويت تم تجميد انشطتها الرياضية بنفس السبب لذلك من الوارد جدا ايقاف المنتخب الايراني من التصفيات المؤهلة وهذا سيساعد منتخبنا السوري جدا فاذا تم ايقاف المنتخب الايراني سيكون الترتيب كالتالي كوريا بالصدارة 14 نقطة الامارات ثانيا ب6 نقاط لبنان ثالثا ب5 نقاط العراق رابعا ب4 نقاط ومنتخبنا الاخير بنقطتين وبهذه الحالة سيتأهل الاول والثاني وسيخرج الثالث الملحق وسيخرج فريقا فقط من البطولة بدلا من ثلاث ننتظر التأكيد الرسمي من الفيفا بعد طلاع وفد الاتحاد الرياضي الدولي على مجريات الامر في ايران نروح للخبر الثاني ليتكلم عن موعد ومكان والقنوات الناقلة لمباراة منتخبنا امام الامارات قبل قليل تم تحديد الموعد الرسمي للمباراة وسيكون عند الساعة 54 بتوقيت سوريا يعني 5 الى 5 اما مكان اللقاء سيكون على ارض الامارات في استاد المكتوم بدبل والقنوات الناقلة كالعادة قنوات الكاس بس اكيد ما راح حدا يحضر عليها لانه ما بكهرباء اتكلم داخل سوريا فيوجد قناة الاتحاد الاسيوي الرسمية على اليوتيوب ستقوم ببث جميع مباراة التصفيات بما فيها مباراة منتخبنا مع الامارات الروح للامر الثالث ليتكلم عن امكانية مشاركة عبد الرحمن ويس مع منتخبنا في لقاء اي كوريا والامارات القادمين فبحسب جلوبال سبورت فان عبد الرحمن ويس صرح عن التقلير الطبي الجديد الذي يقول ان اللاهب عبد الرحمن ويس يحتاج الى شهرين اخرين للتعافي من الاصابة وللأسف وبهذا يكون الويس غاب عن لقاء اي كوريا والامارات نتمنى السلامة لعبد الرحمن ويس وان شاء الله يعود للملاعب باقرب وقت بالشفاء العاجل هذا كان فيديو اليوم اتمنى تكونوا انبسطتوا اشوفكم عن قريب السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته